قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيراش عقب جلسة تصويت مجلس الأمنين العمليات القتالية الإسرائيلية تعرق الوصول المساعدات على حد وصفه مشددا على ضرورة وقف الحرب لإيصال المساعدات وعلى أن وقف إطلاق النار لغايات إنسانية هو السبيل الوحيد لوقف المعاناة العمليات القتالية الإسرائيلية تعرق الوصول المساعدات لغزة ويجب أن تتوقف الحرب لإيصال المساعدات انتظرنا سبعين يوما للحصول على موافقة إسرائيل على فتح معبر كرم أبو سالم أمام المساعدات وقف إطلاق النار لغايات إنسانية هو السبيل الوحيد لوقف المعاناة الأمور لا تحدث حسب ما نأمل وكنا نأمل أن يحدث شيء عندما طالبت بتفعيل المادة 99